اشتركوا في القناة ومعدات الرش التوافقي النهاردة معدنا مع نوع من الانواع المهمة جدا اللي بتستخدمها كل المصانع في تطبيق الدهانات على المعادن بصفة خاصة وهو مسدس الرش او اجهزة الرش الالكتروستاتيكي اجهزة الرش الالكتروستاتيكية دي اجهزة الرش يعني قائم نظام العمل بها على اللي هو الشحنة السالبة والمجابة اللي بتتم ما بين مسدس الرش ومادة الرش اللي موجودة جواه وبتتم ما بين المجغولة اللي بيتم دهانها واذا كان بيستخدم فيه اجهزة الرش الالكتروستاتيكي بيستخدم فيها ضغط هوا ولكن ضغط الهوا هو حاجة بتساعد على دفع المادة اللي بتدهن ولكن هي مش اساسية في جعل المادة اللي بتدهن تلتصق بالسطح الاساسي فيها عملية ايه التجاذب والشحنة الالكتروستاتيكية او اللي هي ايه المغناطيسية الكهربية اللي بتخلي الدهان سواء كان بودر بودرة او مواقع يعني مادة سائلة يلتصق بالسطح طيب هنبص هنا معانا على الشاشة في عندي فيديو الفيديو ده بيتناول يعني يعني الاجهزة المستخدمة الالية في مصانع السيارات اللي بترش الدهان الالكتروستاتيكي احنا طبعا ملاحظين طبعا ان فيه روبوتات هي اللي بتقوم برش العربية اللي قدامنا دي والروبوتات دي بتقوم برضو بنفسها بفتح الابواب وفتح الكبوت بتاع العربية وبترش العربية من الداخل بمادة مبطنة يعني هو بيرش الاول بطانة من البطانات كقاعدة للدهان اللي هيكون فوقيها وفي نفس الوقت يعني دهان ده بيعمل عملية تصبيت لطبقة السطح على اساس انها تبقى طبقة مستوية تتقبل شد الدهان وتقبل اي طبقة دهان فوقيها وهي طبقة الرش نحنا شايفينها دي بديلة لطبقة الفسفاتة لان جهاز الرش الالكتروستاتيكي بما نحنا بنستخدمه على المعادن فهو ايضا بيحتاج الى عملية الفسفاتة ودايما بعد ما بيترش بيدخل داخل فرن هنا بيترش باللون المطلوب بيدخل داخل فرن لشان ايه يبتدي ان الفرن ده يعمل عملية جفاف لطبقة الدهان اه على على السطح المعدني سواء كان اه بندهن سيارة او بندهن اه اي مجغولة من المجغولات المعدنية وهنا بيتم الرش زي ما قلنا قبل كده يا اما ببودر او بمواقع بسوائل يعني والصورة اللي احنا شايفينها دي بتاع جهاز الرش الالي العملاق اللي موجود في مصنع السيارات ده دي بترش مواقع او بترش اه يعني دهان سايل لكن اغلب وحدات الرش الالكتروستاتيكي الصغيرة بترش بودر بترش بودرة اه والبودرة دي بتحتاج بعد اه عملية الدهان انها تدخل فرن عشان اه تنصهر وتعمل طبقة الدهان اللامعة اللي احنا بنكون عايزينها اه هنا طبعا السيارة دخلت ما دخلتش فرن دخلت لانها مرشوشة بمدى سايلة دخلت تجف بيه لمبات حرارية ده فرن الحرارة فيه نتجة من لمبات حرارية موجودة في الدهان اه الرش الالكتروستاتيك من احدث انظمة الرش الحديثة هو بيستخدم في المصانع اللي هي بتعمل انتاج كمي وبيعتمد نظام الرش الالكتروستاتيكي ده على طبعا زي ما قلنا كده الشحنات الكهربية اللي بتتجازب مع بعضها على سطح المشغول والنظام ده زي ما قلنا بيستخدم للأسطح المعدنية جيدة للتوصيل للحرارة والدهانات التي لا تعوق سريان الطيار الكهرابي وزي ما قلنا ان هي نوعين بودرة او مواقع هنا الفيديو ده بيوضح لنا ازاي بتشتغل انظمة الرش الالكتروستاتيكي احنا لاحزنا هنا اللي بنت مسكت المصطرة البلاستيك دي وعملت لها عملية تدليج بفوطة صوف جعلت ان المصطرة تكتسب خاصية اللي هي الكهربية الاستاتيكية اللي بيحصل منها تجازب التجازب ده يعني نتج ان اكتسبت المصطرة شحنات مجابة والشحنات المجابة دي يعني هي اللي بتخلي المصطرة دي تجزب يعني المسحوق وهيتم هنا آآ يعني تجربة على آآ آآ مسحوق قدامنا المسحوق ده آآ اللي هيجرى فيه انه هيتم جازبه عن طريق هذه المصطرة هنا هو اكتسبت شحنة سالبة والسطح واخد شحنة مجابة هنا بيجربوا على بودر من البودر المستخدم في عملية الدهانات ودينا شايفين التجازب اللي بيحصل ما بين البودر الموجب وسطح المصطرة آآ السالب طيب لو بصلنا للفيديو اللي بعدي الفيديو اللي بعدي هنا آآ بيوضح لنا آآ كويس ايه فايدة الرش الالكتروستاتيكي وايه آلية العمل بيه هنا اهو مسدس الرش الالكتروستاتيكي بيبقى بنفس الشكل ده لانه مسدس يعمل بالطاقة الكهربية ويعني معموله عملية تقريد وهنشرح يعني ايه تقريد هنا السطح كله آآ واخد شحنة آآ مجابة والرش اللي طالع بياخد شحنة سالبة اللي بيجرى انه هو لو بيرش من جنب واحد الجنب التاني بيترش في نفس الوقت قدينا زي ما احنا شايفين كده وبيرش شوفوا فين مركز في منطقة واحدة والدهان بيلف من كل جهة وبيدهن القطعة طبعا لو كنا بنرش برش بدهان سيل زي ما احنا شايفين كده الدهان لابد ان انا اتحرك مع المشغولة من مكان لمكان ولما اتحرك مع المشغولة آآ ده بيقلل الوقت بتاع الدهان لما يكون رش الالكتروستاتيك هتلاقي اللي بيرش بالالكتروستاتيك خلص المشغولة بتاعته ودخلت الفرن وطلعت والعامل اللي بيرش به الرش التقليدي مازال الى الان لسه ما خلص القطعة بتاعته جمعت العجلة هي ومشيت والتاني لسه شغال على القطعة اللي هو شغال عليها طيب اوجه الاستخدام بيستخدم في رش المشغولات المعدنية المتحركة مثل السلاجات والسيارات والاجزاء المعدنية ويستخدم في رش الوحدات الصغيرة ذات الانتاج الوفير مثل الاساور والسلاسل الحديدية والاسوار وكثير من المنتجات المعدنية والصورة اللي احنا شايفينها دي بتوضح بعض المنتجات اللي بيتم رش المنتجات عن طريق الرش الالكتروستاتيكي بيها وهنا دي برضو صورة اخرى لبعض المنتجات او فيديو اخر لبعض المنتجات وازاي ان المنتجات بتبقى متعلقة على خططيف الخططيف دي بعد ما بيترش بتخش الفرن عشان يعني الخططيف تكتسب الكهربية بتاعتها اللي هتوصلها لي العجلة اللي كانت متعلقة دي ويتم رش المشغولة وتخش جوه الفرن وبعد ما تنضج تبقى جاهزة لانها تستخدم استخدام مباشر مميزات الرش الالكتروستاتيكي ايه اول حاجة سرعة الانجاز في الوقت اللازم لتنفيذ العملية الاقتصاد في استخدام المخففات بيدي طبق الدهان موحدة واستخدامه نظيف يعني ما بيقصرش على البيئة وما بيعملش فاقد في الرش كتير يعني في الرش اللي هو السائل العادي بتاع الدوكو او السليلوزي ده تقريبا بيبقى فيه اكتر من ستين او خمسين في المية فاقد من الدهان في التطاير وطبعا الموزيد بيؤثر على يعني صحة الايه العامل العيوب بتاعت الرش الالكتروستاتيكي انه هو غير يعني مناسب للدهانات المائية او الدهانات المعدنية السقيلة وايضا فيه عب يعني عب اجتماعي ليه ان اغلب اجهزة الرش الالكتروستاتيك دي بتكون غالية في التمن في نفس الوقت يعني مشكلتها انها ما بتحتاجش عمالة كتير طيب عدم احتياجها للعمالة زي ما شفنا في الفيلم الاولاني اللي هو بتاع الروبوتات ده بيؤثر على المجتمع وبيخلي ان يعني نستغنى عن العمالة الادمية او البشريين او الانسان ونستعين بالالة وده من عيوب استخدام الالة لانها بتفقد بعض الناس الوظائف بتاعتهم ولكن مش معنى كده ان احنا ضد استخدام الميكانة الحديثة في العمل طيب في عندنا لازم نفهم ايه هو الفرق في الدهان بالمواقع والدهان بالبودر واجه المقارنة ان زمن التكفيف في البودرة 10 دقايق في المواقع او الموية السائلة 20 دقيقة درجة حرارة التكفيف في البودر بتوصل الى 200 درجة مقوية على الاقل التانية لا تقل عن 180 درجة مقوية صمك الدهان في البودرة بيبقى من 50 الى 60 ميلي مايكرون واللي هو السمك الدهان فيه المواقع بيبقى 15 ميلي مايكرون الاضافات في البودر مفيش اي اضافات احنا بنحط البودر على طول في المكان بتاعه ولكن الاضافات في البوية السائلة الالكتروستاتيك بنحط 20% تنر عشان يعمل عملية سيولة للبوية البودر بتستخدم مع التلاجات والسيارات المواقع بتستخدم مع بعض الاجزاء الغير هامة او الداخلية سعر البودر او اللي هو البودرة اللي بندهم بيها الالكتروستاتيك ارخص بحوالي 10% من الدهان بالبوية السائلة طب نيجي بقى للحاجة المهمة بقى مكونات اجهزة الرش الالكتروستاتيكية اول حاجة لازم مصدر للبودر مصدر البودر يعني وعاء وعاء بنحط في البودرة بتاعتنا اه تاني حاجة وحدة ضغط الهواء ومعها اه مجفف للهواء وفلتر للهواء اللي هي ونمرة ثلاثة عندي وحدة التحكم اللي هي الوحدة اللي بتتحكم فيه كمية الكهربية لدخلها وكمية الهواء المتدفق اه ورابع حاجة مسدس الرش الالكتروستاتيكي هنا لو بصينا هنشوف قدامنا مكونات يعني منظومة الرش الالكتروستاتيكي اللي قدامه دي اللي متعلق فيها المشغولة اللي بتتراش دي الكابينة والكابينة فايدتها انها اه يعني بتقي العامل وفي نفس الوقت بتمتص اي فواقد نزلة من اه رزاز اه الدهان وبتحافظ على سطح المشغولة انه من الاتربة ومن اي اه غبار موجود في الجو او حشرات موجودة في الجو انها تلتصق بيه لو لاحظنا انه هو ماسك بايده مسدس الرش اللي هو اللي بيعمل بيه الطاقة الكهربية او الالكتروستاتيكي وانه طالع منه تلت خراطين طالع منه كابل الفولت العالي وطالع منه خرطوم الهواء وطالع منه الخرطوم بتاع امداد الدهان بالبودر بتاعه وهنا اه في عندي اللي هو اه مصدر الطاقة الكهربية وعندي الطيار بتاعي اللي هو بيتحول من طيار مستمري لطيار متردد وعندي اللي هو التقريد او الكابل الارضي وعندي الكمبروسور وعندي اللي هو الخزان البودرة والمجفف دي اللي هي الاجهزة الخاصة بالرش الالكتروستاتيك طيب ملحقات النظام ايه؟ ملحقات نظام الرش الالكتروستاتيكي اه نفق لتطهير المشغولات قبل الرش كابينة رش هنشرح كابين الرش دي بالتفصيل في الفصل الخاص بكابين الرش بإذن الله تعالى وخزان البودر خزان البودرة ده وعاء او خزان ليه اشكال كتيرة منها بقى اللي هو شكل صندوق او شكل استوانة او جزء من بناء الكابينة نفسها او فنجان مقلوب متعلق في مصدس الرش اه يتصل بمضخة بخرطمين وبعض المضخات تكون جزء من الخزان نفسه او الفنجان المقلوب وده هنشوفه هنا ده خزان البودر في منظومة الرش الالية الالكتروستاتيكية وهنا العامل بيحط كيس البودر فيه وهو الخزان بتاع البودر فيه المكينة وده واحدة الرش الالكتروستاتيكي اليدوية اللي ممكن تلقاها في اي ورش عادية في اي مكان وهي وحدة متنقلة ولكن هذه الوحدة تحتاج ايضا الى كابينة رش عشان يعني تقي العامل من اي مؤثرات نتجه عن عملية الدهان وزي ما احنا شايفين ده هنا فيها وحدة التحكم الالي موجودة فوق اهيه وده الخزان بتاع البودر او خزان الدهان واللي هي الوصلات الكهربية الخاصة بالنظام ومسدس الرش اه اللي موجوده خرطوم اه اللي هو بياخد البودر من الوعاء دي بقى الوحدة الالية اللي هي وحدة الرش الالكتروستاتيك الالية دي بتتضمن مسدسات الرش وخزان البودرة اهو اللي احنا شوفنا الصورة بتاعته من شوية اللي كان واقف عنده العامل ووحدة التحكم الكهربية اللي موجودة وده ايه ده اللي هو بياخد البودر من خزان البودرة او خزان الدهان ويخش جوه الجهاز ده او جوه الخزان ده الخزان ده بيعمل عملية اه شحن لزرات البودرة بالكهرباء بيعمل شحن لزرات البودرة بالكهرباء ويتحول البودرة تمشي معانا هنا في ده لغاية ما توصل ليه الكابينة اللي بيبقى متعلق فيها مشغولات داخل كابينة الرش الالية دي وتشتغل مسدسات الرش اوتوماتيك وفي بعض الاجزاء التي يصعب الوصول اليها ممكن يتم تدخل بواسطة عامل بشري واحد بيرش من جنب من الجوانب اذا استدعى الامر ده طيب ده يعني مصدر البودرة هنا خزان صغير كده اسمه الفنجان المقلوب اللي هو بيبقى متعلق فيه مسدس الرش من اعلى بدل الخزان الكبير اللي موجود فيه نظام الرش الالي وبدل الخزان الاستواني اللي موجود في نظام الرش اليدوي فيه خزان هنا متعلق بيتحط فيه البودر وكل ما بيخلص كل ما بنملاه تاني جنبه هنا اللي هي وحدة التحكم الكهربية او الالكترونية اللي بتتحكم فيه كمية الهواء اللي وصله لمسدس الرش تحكم فيه كمية البودر او الدهان او المواقع اللي وصله للمسدس احيانا برضو بتتحكم فيه بعض درجة الحرارة سواء كان فيه تدفئة ليها او كده طيب نيجي لنظام ضغط الهواء نظام ضغط الهواء اصلا مش يعني مش يعني مش جديد علينا نظام ضغط الهواء احنا بناخده من الصف التاني بيكون طبعا من كباس اه للهواء ضغطه بيتراوح ما بين اربعة الى سبعة بار وبار هي وحدة قياس الضغط وبيكون ايضا من مجفف للهواء وفلتر بحد اقصى محتوى مائي اتنين جرام لكل متر مكعب هوى واقصى محتوى زيتي واحد ونص في المليون واحدة لكل متر مكعب هوى واقصى محتوى للبودرة واحد جرام لكل متر مكعب هوى ونقدر نعرف من الكميات الصغيرة دي جدا ان هذا النظام موفر جدا موفر جدا عندنا من مكونات نظام ضغط الهواء مضخة لضخ سحابة البودرة للمسدس لان البودرة بتوصل المسدس على هيئة سحابة وبتطلع منه برضو على هيئة سحابة يتم التحكم في ضغط الهواء عن طريق وحدة التحكم الكهربية اللي احنا شفنا سورتها ويعني شكلها بيختلف من شيء او من نوع جهاز لنوع اخر بنشوف هنا الجهاز ده وهو بيستعمل طبعا البودرة وبيرش طبعا ده اللي هو الرش اليدوي اللي هو بيبقى فيه اللي هو الجهاز الاستواني اللي احنا شفنا الصورة بتاعته من شوية اللي بيجرى هنا ان نسبة الفاقد ضئيلة جدا لان احنا قلنا هو البودرة اللي هو بيرشها دي بتحتاج جرام واحد لكل متر مكعب هوى فنسبة الفاقد قليلة وزي ما احنا شايفين اهو بيرش من كل مكان وبيبقى فيه عنده يعني في ارضية الكابينة اللي هو بيرش فيها حاجة بتجمع تاني يعني اللي هي الفواقد ويمكن يعد استخدامها هنا بعد ما خلص دخلهم جوه الفرن عشان يعني درجة حرارة متين درجة مقاوية ويطلع اللي هي الاطارات دي او اللي هي اه يعني الاجزاء دي تطلع نعمة صوفتي يعني وتبقى جاهزة انها تستخدم مباشرة نيجي نتكلم على وحدة التحكم ووحدة التحكم دي بتشتغل على الطيار المتردد بتحكم الطيار المستمر وتحوله الطيار المتردد وبيتم التحكم في ده عن طريق مفتاح لغلق وفتح الوحدة بتحتوي على اه محول كهرابي عادي جدا لتشغيل الاجزاء الداخلية في المسدس المحول ده اه فيه حاجة تانية بتسبب انحراف الزراد وفيه الزناد وجهد التشغيل خمسين فولت وفيه موحد للجهد وفيه محول الطيار بيحول الطيار المتردد الى طيار ايه مستمر بنتحكم في ضغط الهوى تبقى للاحتياجات بتاعتنا عن طريق مفاتيح بضبط بيها ضغط الهوى والمانومترات عشان نقيس مقدار الضغط وبيبقى فيه عندي مفتاح اه لضبط طيار الجهد العالي ومفتاح لضبط اه اه الطيار اه وعداد عرض للطيار وعندي اه يعني مفتاح بفصل بيه قاطع طيار لفصل طيار على النظام باكمله اذا حصل اي خطأ او خطر داخل المنظومة اه هنلاقي هنا كلمة بتقولك الوحدة بكاملها يعني وحدة الطيار اه او الرش الالكتروستاتيكي سواء كانت هذه الوحدة آلية او نص آلية او وحدة هدوية تم تقريدها يعني ايه تم تقريدها التقريد نظام امان لتفريغ الكهرباء الاضافية بالارض وده بيحمي العامل والمعدة والخامة من خطر التفريغ الكهرباء بمعنى ايه بمعنى ان المعدة اه دي من كتر الطيار للمجال الكهرابي اللي شغال جواها وتحول طيار الكهرابي من طيار مستمر الى طيار متردد وان الوحدة عشان فيها اجزاء معدنية كتير والكهرباء ماشية جواها لابد ان الكهرباء الاستاتيكية اللي موجودة فيها دي تتفرغ فبتتفرغ بايه؟ في حربة معدنية بتبقى مغروزة في الارض بيسموها تقريبا يعني الاخوة بتوع الكهرباء يعني عارفين كويس دي بيسموها تقريبا حربة ايرس او يعني حاجة زي كده هذه الحربة متوصل منها سلك من اي معدة من معدات الرش الالكتروستاتيك دي وبتاخد الطيار الكهرابي اللي اه شحنت بيه المعدة وتفرغه في الارض يشبه ايه؟ سعب نشوف عربيات اللي هي البنزين او عربيات الوقود الكبيرة وهي ماشية في سلسلة معلقة فيها او حبل معدني بيلامس الارض طول ما العربية ماشي فايدته ايه؟ فايدته ان العجل بتاع العربية ده وهو بيدور بيحمل سيارة الوقود بكهربية استاتيكية بيشحن كهرباء في العربية اذا لم يتم تفريغ الكهرباء ممكن نوصل لنقطة حرجة عندها يحصل تفريغ الكهرباء داخل العربية في الوقود ويحصل انفجار هنا لابد ان يتم تفريغ الكهرباء عن طريق ايه؟ التقريد التقريد يعني وصل الجهاز بتفريغ شحنات الكهرباء بتاعته في الارض طيب نرجع تاني نشوف الفيديو اللي معنا ده اللي بيتكلم على وحدة الايه؟ التحكم هنا اثناء تركيب وحدة التحكم البوردة بتاعتها بيبتدي يجري عليها مجموعة تجارب ودي البرودات بتاعت وحدة التحكم وبيركبها في المكان بتاعها وفي النهاية بتبقى عندي وحدة كاملة بيبتدي حتى ان هو يجرب المسدس هل هيشتغل ولا لا؟ هل هيحول الطيار الكهرابي من طيار كهرابي مستمر الى طيار ترددي ولا لا؟ عندي كمان الخراطيم والصمامات مهمة الخراطيم انها بتشيل الهوى وبتشيل البودرة او سحابة البودرة عشان تنقلها ليه المسدس ومنها يطلع من فوهة المسدس الكهرابي او المسدس الالكتروستاتيكي الى المشغول طبعا الخراطيم القطرة باقتار بتاعتها تقاس باجزاء البوصة مش البوصة طبعا لانها تبقى يعني 6 على 8 من البوصة او 4 على 8 من البوصة وفي عندي بقى السمامات السمامات هي اللي بتتحكم في غلق وفتح مسارات الهوى المضغوط بدغوط مختلفة عن طريق وحدة الايه التحكم الالكترونية او الكهرابي في عندي مدخل ليه السلك اللي هو بتاع الفولت المنخفض من وحدة التحكم اللي فيه زناد المسدس عندي زناد المسدس ده بيتحكم في فتح الطيار لمحول الفولت العالي لشحن الالكترود وبيعمل دوران بيسبب هنشوف الدوران ده في فيديو من الفيديوهات دلوقتي بيسبب انحراف الزرات طبعا وتم تقريده ايضا المسدس فيه جزء منه متقرد يعني واصل للارضية وبيفرر الشحنات رجع عشان ما يكهربش العامل طب ايه هو بقى معنى الالكترود الالكترود اللي هو القطب الكهرباء في الخلية اه في عمليات الجالفانة على المعادن او الدهان الالكتروستاتيكي بتتم زي ما احنا قلنا بالقطب السالب اللي هو بيمثل المسعد او القطب الموجب الموجب اللي هو بيمثل المهبط الالكترود موصل كهرابي بيستخدم مع جزء اخر غير معدني اه زي انصاف الموصلات اه اللي هي الحاجات اللي هي بيستخدمها في الدهان المحلول او البودرة اه او الفراغ لتكوين دايرة كهربية لتكوين دايرة كهربية عندي جسم المسدس بيحتوي على اه سلك الجهد المنخفض عندي محول اللي هي واحدة توليد الفولت العالي عندي منظم للفولت الكهرابي عندي كابل للفولت العالي اللي بيتصل بالالكترود اللي هو بينظم عملية الشحن بتاعت السالب والموجب هنشوف تركيب المسدس بتاعنا تركيب المسدس بتاعنا زي ما احنا شايفين كده المسدس الراش الالكتروستاتيكي دي الاجزاء بتاعته الجزء اللي هو بي يعني بيوجه الدهان وعندي الجزء اللي هو الكب اللي هو يعني بيتركي فيه الموجه وعندي اللي هي الرود هولدر اللي هو يعني قناة للدهان وعندي الهوك اللي هو الخطاف اللي بيتعلق فيه المسدس وعندي اللي هو القناة اللي بيمشي فيها البودرة وعندي بودرة بي اللي هي الموجهة قناة اللي بيمشي فيها البودرة الموجهة على طول ليه فوهة المسدس وعندي اللي هو الايد بتاعت المسدس والاجزاء الكهربائي طيب هنشوف بقى قطاع زي ما احنا شوفنا كده هنشوف بقى قطاع للمسدس ده هنا الالكتروض اللي هو بينظم عملية الشحن موجود هنا فوهة الرش اهي محول الفولت العالي موجود في المكان ده الزنادة هو اللي هو بيشغل الكابل الفولت اللي هو الاردي وهنا الهواء بيخش من هنا وعندي هنا سحابة بودرة القدوس اللي هي بتسحب البودرة من وعاء الدهان عندي خرطوم سحابة البودرة خرطوم هوا للتنظيف وهو نظام ضغط هوا حول الالكتروض لمنع البودرة المشحونة من التجمع وحوله لضمان اكتمال الشحن الجيد للبودرة اللي هتنزل على المشغول فوهة الرش بتحتوي على حق يعني وحدة كده اسمها مسبب من حراف الزرات بيبقى فيه بليا دوارة ممكن ارش على مسافة 30 سنتي وفيه فرشة فيه نهاية بوز المسدس بتعمل على تفرير الشحنات الرجعة او بتوصل الارضية التفريغ بتاع الكهرباء عندي الالكتروض الفولت العالي لشحن البودرة شحنة سالبة عندي كابل ارضي لتفريغ الشحنات الرجعة عندي كابل تشغيل دوران مسبب من حراف الزرات وده بيخلي الزرات دي تلف عشان تتشحن 600 لفة في الدقيقة هي دي الفواهات بتاعة مسدس الرش الالكتروستاتيكي ويبتكون مختلفة شوية فيه اطولها واقترها واشكالها وفق ليه اسلوب الرش انها برش بيه او مستوى الرش او المشغولة كبيرة ولا صغيرة وده بيكون معزول كهربية طيب النظام ده بيعمل ازاي بيتم وضع مفتاح عدات قياس الفولت في وضع صفر بيتم تشغيل كباس ضغط الهوى عشان يبتدي الهوى بتاعي يدخل وبضبط ضغط الهوى بتاعي وبضبط الفولت الكهرابي بتاعي العالي وبفتح مفتاح الفتح والغلق وهنشوف فيديو كامل بيوضح العملية ده بيطلع الهوى من الكمبروسر للمجفف بيطلع للخرطومين خرطوم الاول للفلتر والتاني لوحدة التحكم للمسدس وهو خط هواء التنظيف والتاني بيروح للمضخة اللي بيطلع منها تلات خرطيم اتنين لخزان البودرة وواحد للمسدس لما بيتم ضغط الهوى داخل خزان البودرة بيبقى فيه خرطوم محطوط في قاع الخزان اللي هو بيشفط جزيئات البودرة بالخزان عادة الفنجان المقلوب ده البودرة بتنزل به من فوق لتحت تحت ضغط هواى خفيف ودي بتعمل خلخلة في الخزان فبيطلع الهوى المحمل بالبدرة ويعمل سحابة بدرة بتشحن عملية بتشحن البودرة بالكهربية طيب بتطلع سحابة البودرة من المضخة الخرطوم المسدس بيكون المسدس زي ما قلنا من تلاتين الى سبعة وعشرين سنتي البعد بتاعه عن المشغولة ما يقربش عن كده ولا يبعد عن كده لتجنب حدوث شرارة كهربية ومزدش يعني قوة المسدس عن تسعين كيلو فولت وفي الالي عن مئة وعشرين كيلو فولت لتجنب تعرض الفني لخطر السعق الكهرب لما بتلتقي البودرة عند فوقات المسدس بتكون شايلة الشحنة السالبة من الالكترود بتاعها وتخرج للمشغولة اللي هي متعلقة بخطاف اللي شاء يعني بتحمل شحنة مجابة فالبودرة بتتعلق بالمشغولة بقى سواء كانت تلاجة عربية قطعة معدنية اللي هي بترش المشغولة من جميع الجهات بفعل تجازب الشحنات صمك البودرة على المشغولة كنا زكرنا من شوية بيتوقف على النوع نوع البودرة أو نوع السائل وتجنس الحبيبات ومدى المناسبة بتاعته للنظام اللي احنا بنستخدم طبعا بعد ما بنرش لابد ان المشغولة بتاعتي تخش الى فرن الانضاج على سيور ناقلة او على خطفات من خلال نفأ النفأ ده بيعزل المشغولة بتاعتي سواء كانت سيارة تلاجة يعني او اي مشغولة تانية معدنية بتعزلها عن اطربة العليقة بالجو او اي تأثيرات اخرى تشوه الدهان المشغولة بتدخل الى فرن الانضاج فبتنصهر البودرة وبتلتصق تماما بسطح المشغولة وتلتصق ببعضيها وتكون فيلم الدهان الخارجي ثم تبرد لتجف لتعطي في النهاية طلاق ناعم ولامع ومسكور نتكلم نشوف كباء الرش الالكتروستاتيك اليدوية دي شكلها او زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن خزان للبودر خزان ده على العربية محمولة ودي وحدة التحكم اللي هي الالكترونية اللي متعلق فيها مسدس الرش الالكتروستاتيكي وزي ما احنا شايفين ديها اشكال مختلفة وتقريبا الوحدة دي ساعة لما بدأ النظام ده كان سعرها ما كانش يعني كان ما كانش في المتناول ولكن اعتقد في الفترة اللي هي الحالية بدأ يتم تصنيع محلي لهذه الوحدات في مصر او بيتم استراد الاجزاء بتاعت اللي هي التحكم وبيتم تصنيع الاجزاء الباقية في كباء الرش اليدوية نيجي ازاي بنرش داخل كبينة الرش الالكتروستاتيكي اليدوية بنعلق المشغولة دي المشغولة دي هي اللي هي السلك ده واخد شحنة مجابة والمشغولة واخد شحنة مجابة والمسدس والسحابة الدهانة اللي طالع منه واخد شحنة سالبة وده اللي بيخلي تلتصق اللي هي هذه البودر او اللي هي الدهان ايا كان نوعه بي الاي المشغولة هنا دي مكونات او تركيب كبائن الرش الالية الالكتروستاتيكية دي وحدة التحكم اللي هي الالكتروستاتيكية لكبائن الالية هو هنا وهو بيجمع الوحدة وبيجرب الحركة الالية بتاعتها لان الوحدات دي بتكون شغالة بصورة الالية هنا بيعملوا عملية اختبار جودة للوحدة يشوفوها شغالة ولا لأ ما قيس الضغط وما قياس الكهرباء وما قياس ضغط الهواء وضغط البودر بتاعي او ضغط السائل بتاعي هنا كله موجود في وحدة التحكم هنشوف هنا في الفيديو ده كبينة الراش الالكتروستاتيكية الالية ونظام شغلها ايه وازاي بيتم تنظفها كمان زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا او في الفيديو اللي قدامنا هنا دي زرات اله 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 عايز نرجع لها تاني كده ونقف عندها هنا ده خزان البودر خزان البودر بيطلع منه البودر من المكان ده ويمشي فيه هذا الخرطوم لهذا الخزان ايضا الخزان ده هو اللي بيشحن البودر بالشحنة السالبة وعشان تزيد الشحنة بتاعته بتطلع هنا وهي رايحة للكابينة قبل ما توصل للمسدسات بتقعد تدور وتلف فيه هذا المكان سحابة البودر بتاعي او الدهام بتاعي فبيكتسب الشحنة السالبة لغاية ما يوصل ل سطح اللي هو يعني فوهة المسدس اللي هو بيأكد على اكتساب البودر او الدهان للشحنة السالبة وفيه عندي وصلة رايحة للمشغولة اللي بيكون متعلقة في الكابينة من ديها الشحنة المجابة وهنشوف بقية الفيديو بتاعنا هنا هنا هو الخزان بتاعي اللي فيه البودر هنلاحظ نشوف طبعا هو هنا هيعمل عملية تنظيف الاول قبل ما يغير اللون هنا ده اللي بيشحن هنا دي الاجزاء بتاعتها التحكم في الضغوط بتاعتي ده اللي هو برضو اللي هي شاشة التحكم الالكترونية هو هنا هيعمل عملية تنظيف هو الاول بيفك الاجزاء بتاع الكابينة الراش الالية الالكتروستاتيك تمام هيبتدي ان هو يفصل الخرطوم اللي بيشفت الايه البدرة وبيركنه على جام هيبتدي ان هو يعمل عملية يعني تنظيف كده اللي هي اي حاجة تكون موجودة داخل المستدسات تطلع البدرة بتاعته عشان ينظفها تماما لغاية ما تبقى بتجيب هوى ما بتجيبش بودر هنا بينظف تمام بيبتدي يعمل عملية تنظيف زي ما بيعيد لك بينظف ازاي اهو اللي بيجرى ان بيمشي الهوى في المسارات دي بيطرد اي حاجة موجودة داخل المسارات اللي بيمشي فيها البودر ده ازا كان هيدهن لون تاني مختلف ازا كان هيدهن لون تاني ايه مختلف دي طبعا الوحدة الالية بينظف اهو بينظف كل الوحدة من الداخل من اي غبار او بودر دهان موجود فيها بعد كده بقى يبتدي اهو بيكمل عملية التنظيف المسارات كلها اللي بيمشي فيها البودر في كبان الرش الالكتروستاتيكي بيتم تنظيفها هنا قبل ما يحط نوع بودر او لون بودر تاني لابد ان يكون منظفها تماما عشان اه يعني اللون ده ما يندمجش مع لون البودر الجديد وبالتالي يبوز لي سطح الدهان ويطلع لي لون الدهان مش هو اللي انا مختار زي ما احنا شايفين اهي مدلة الوحدة بتنقي نفسها بعد كده بيشيل البودر بتاعه ويقفل عليه كويس ويغطيه ويكمل تنظيف الخزان نفسه تماما لابد ان هو ينظف طيب هنا بيجيب البودرة اللون التاني اللي هو عايز او درجة اللون التاني اللي هو عايز يعني يشتغل بها افتح شوية اهي وبيحطها وبيطلعها من الجزء ده وبعدين يسحب القطع المعدنية اللي موجودة هنا هيسحب القطع المعدنية دي يضبط اون فتح ويدخل اللي هو المسورة المعدنية المتصلة بالخرطوم اللي بيسحب الاي البودرة يوصلها لمسدسات الرش وهنشوفه هنا هو بدأ يعمل عملية تشغيل وهيبتدي يرش المشغولات بتاعته والمسدسات بدأت تشتغل وترش المشغولات اللي موجودة داخل الكابينة زي ما احنا شفناها وشفناها وهي متركبة واذا احتاج الامر ان العامل فيه اجزاء مش وصل لها فيه التنفيذ العامل بيخش بي يعني مسدس رش الالكتروستاتيكي يدوي يكون طويل اللي هو الفواهة بتاعته شوية عشان ما يخشش فيه المجال الكهرابي وبيرش الجزئية اللي احنا عايزين نوصل لها طبعا شفنا في الفيديو السابق اعمال الصيانة نوجزها انه هو لابد يتغير خرطوم البودرة على الاقل مرة كل سنة اعتماد اذا كان هناك تلوث دائم في سطح الدهان نلاحظ ونرائب تشقق خرطوم البودرة مسدس الرش يجب ان ينظف تغيير كل لونه ده احنا قلناه وفي نهاية اليوم بيتم تطهير المسدس والخزان زي ما شوفنا والخرطوم لمنع تواجد الرطوبة اللي بتتبقى عشان ما تعملش تغيير في اللون اللي هيتلون او اللي هترش بعد كده ما بين تغيير الالوان لابد نراعي النظافة الجيدة والاجزاء التي قد يعني تفضل منه لازم نراجع دايما المصفى والمرشحات بتاعتي وراجع الفلاتر شهريا والمصافي يوميا ونظفها جاي كويس قوي وغيرها لو انتهى عمرها الافتراض كمان لابد ان انا اراجع الرومان البلي الخاص بالكمبروسر واعمل سيانة لمجفف الهوى بتاعي سنويا لازم دايما نرجع للمصنع بتاعي ولازم ان انا انظف المرشحات بتاعت الزيت والمية وجففها وبص على نظم التكفيف وتبريد الهوى لان من المهم ان الهوى المضغوط يكون خالي من الزيوت والمية لان دي هتأثر على البودرة ويتخليها تتميع وتبوز لي اللي هي عملية الدهان ونظام الاسترجاع فدي حاجة لابد ان انا ارعيها كويس طيب ايه هي مميزات الدهان بودرة الالكتروستاتيك اولا الطلاق بالبدرة بيزود العمر الافتراضي للمنتج وبيضمن المتانة والمظهر المرئي المناسب السرعة الفائقة في تغطية السطح مما يجعل المردود الاقتصادي عالي خصائص مقاومة طبقة الدهان الالكتروستاتيكية مقاومة عالية للتآكل وقدرة على الاحتفاظ باللون للدهان وتغطية شملة ممتازة مسدسات البودرة سهلة الاستخدام والتحكم وخفيفة الوزن وزاد قدرة وامان عالية صمق طبقة الرش واحدة على سطح المجغولة بالكامل من المميزات ايضا لا يوجد فاقد في البودر التقنية دي بتعني ان حوالي 80% من الدهان بيروح مباشرة نحو الهدف بتاعه وهي نسبة ممتازة مقارنة بمعدلات لا تزيد عن 30% اللي كانت بتتحقق فيه الدهان اللي بيتم رشه يدويا مش الالكتروستاتيك دهانات الالكتروستاتيك صديقة للبيئة ولا يوجد في تكوينها مزيبات تضر بصحة العامل او البيئة ودهانات المواقع المزيبات فيها نسبتها 20% بيكون قليلة قوي طبعا هي ميزة لصاحب العمل و يعني غير ميزة للدولة ان هذه الاجهزة بتوفر في الايدي العاملة لها ميزة من الجانب الاقتصادي فهي توفر الوقت والجهد اذ ان معظم تشغيلها بيتم بصورة آلية طبعا اهي عوامل الامان في نظام الرش الالكتروستاتيكي العالية جميع الاجزاء سواء جسم المسدس او الاجزاء المحيطة بالفني لابد انها تكون متصلة بكابل ارضي لتفريغ الشحنات الزناد والفواها لابد من تقريضهم لتفريغ الشحنات الرجعة وحدة التحكم بتتضمن قاطع طيار كهربي لفصل الطيار عن النظام بكامله لو حصل اي خطأ اذا لم يتم التقريض ده يعني حاجة خطأ غيرنا فيديو يعني بيوضح لي ازاي بيتم التقريض هو بيرشه بمسدس الرش الالكتروستاتيكي في حاجة وصلة لي المسدس بتفرغ الشحنة كهربية وعندي حاجة وصلة بتفرغ الشحنة كهربية اللي في جسمه برضو للأرض عيوبه ان تكلفته عالية التعامل معايا محتاج كهرباء ضغطة عالي وخبرة عالية ودراية من العامل وغالي التمن وده عبق على الاستثمار يعني لا يصلح للألواح المجالفينة ومن الجانب الاجتماعي زي ما قلنا قبل كده بيؤدي الى زيادة البطالة لحد هنا احنا خلصنا الحلقة بتاعتنا الحلقة بتاعتنا انتهت وباذن الله تعالى الحلقة الجاية بنستكمل برضو في باب رش الدهانات وان شاء الله نعمل حسابنا ان الحلقة القادمة باذن الله ننتهي من باب الرش تماما الذي يمثل تقريبا اكتر من 40% من المنهج بتاعنا الى لقاء اخر ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة